بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه ما ذي اسمه اليوم اليوم ايه انخباري سفرح وتغتمنان جميع المغاربة داخل وخارج ارض الوطن حتى المغربيين يتعيش ذي الدول الاوروبية لان هنا تستفدن ذي المساعدة مالية والنقص ان هذه سخشنته تعاونت 10 مليون الي اني جائب 07 مليون اييه ما دي اسماه Circaj اميه 14 مليون ويذهب سيفضم يستفيدون حتى المغربين التعشن في أوروبا المغربين التعشن في أرض الوطن هذه المدية سمعت تمنى أن شاء الله لا أصفرح حاليا لا أصفرح 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 لما يفهم مشرفية تابعوا معنا هذا الفيديو حتى الأخر أنا سأضرب العربية الله يجازكم بخير حتى أنتم تفهموا معنا نعم الأعادة نعم ينتظر ولهذا يصدق القرار نعم مساعدة مالية القدر من يوم الأوروب القدر من 40 مليون قل 30 مليون اثعاوني 10 مليون اثماذي السماء واني غيسغن تدات كتاز 30 مليون ارسبعين مليون جاء 30 ارسبعين اثعاوني 7 مليون اثماذي السماء ملايا اسفار رحص والطس وغيستفدن زي المساعدة هذا اميني وغيستفدن هذي استفد واني فقع اثماذي ناس يعني نجد استفده واني نجد اثماذي المساعدة واني غيستفدن كثيرا اثماذي نحاصر وانيغ استفد زي المساعدة وانيغ سمسه يستفدن زي السكن الاقتصاد لانيغ الاقتصاد يجب أن تستفيد من السكن الاقتصادي 20 سنة مليون يجب أن يستفيد من منايا وستفيد من القانون يجب أن تستفيد من القانون لذلك يجب العدد الجالية و سوف نبثها خاصة يعني تعيش في اسبانيا معيشة في شكل ولكن و سوف نبثها خاصة يعني تعيش نسو شعر رواد شعر في اسبانيا و سوف ننتقل في مليانسا هنا سوف تستفيد من هذه السماء ولهذا خس غدا ومينة يعني المعلومات تضيوذن حاليا ولكن قادرة هذه المعلومات يمكن أن تكون حاليا بإذن يسمع الحاضر يعلم الغائب نعم كما تريدون الفيديو أي سنة فيه لا تستفيدون تجميع الشروط في عدد على نفس الشروط ويجب أن تغيث عن الشروط يمكن أن تضع الشروط ربما يتواجه على حسب المصدر لماذا أبدا فهم يتبع جدا يمكن أن تضع الشروط ترجمة نانسي قنقر اذا قلت اذا كنت تتعلم حتى نترك في القناة المطاوضة ترجمة نانسي قنقر ستفيد اذا كان يشارك السكال اقتصادية في ارتمط النيا هنا ستفيد اذا كان يشارك ستفيد السكال اقتصادية ستفيد 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 جميع المغاربة داخل وخارج الوطن ستفيد 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 السكال ستفيد ستفيد يجب أن يكون لديه عشرات مليون عشرات مليون و لكن بشرط الإخوة يجب أن يكون لديه مدار على اسمه يعني أول منزل يجب أن يشريه و يكون مستفيد من السكن الاقتصاد يجب أن يستفيد من السكن الاقتصاد 14 مليون أو 20 مليون سيستفيد من هذا الدعم للدولة في 2024 و بالنسبة حتى الجالية المغربية سيستفيد و لكن هذا الشرط الذي قلت بها لا يكون لديه إدار على اسمه و لا يكون مستفيد من السكن الاقتصادية 14 مليون أو 20 مليون سيستفيد من هذا الدعم عشرات مليون و لكن الناس الذين يريدون أن يشريه دعم 40 مليون أو 50 مليون أو 70 مليون سيستفيد من 7 مليون فقط سيتعاونون الدولة 7 مليون فقط أما الناس الذين يشريه و قل من 30 مليون 30 مليون 30 مليون للإخوان سيتعاون الدولة بعد 10 مليون 10 مليون مهمة للإخوان حاليا هذا هو الشروط الذي يعدنا حاليا قالوا بأن سيتعاون و قبل 2020 قبل سيبدأ الدعم ستعاون سيكون في شهر 2 مليون في آخر السنة سيكون هذا الشروط و حاليا سنضعها في هذا القناة المطوضعة اللي اخوان لا يحفظكم الحاضر يعلم الغائب بارتاجوا معنا هاد الفيديو بالنسبة الناس واش غد يستفدوا من هاد الدعم بارتاجوا لوايخوان لا يحفظكم لان هاد الخبر اللي كيستنوه جميع المغاربة داخل وخارج ارض الوطن لا يحفظكم بارتاج ثم بارتاج عاونوا نابري لايك باش نتلعوا هاد القناة المتواضعة وبالنسبة للايخوان مديرينش المتابعة ديروا معنا المتابعة باش يوصلكم الجديد السلام عليكم